وحل منتخب جمهورية الصحراء الغربية بالجزائر تحسبا لخوض مباراة ودية السبت المقبل ضد ملدية الجزائر بملعب نيلسون مونديلا ببراقي وحظي منتخب الصحراء الغربية بعد وصوله للجزائر باستقبال حار في مطار هواري بومدين بالعاصمة وبحضور سفير جمهورية الصحراء الغربية بالجزائر كما أكد بعض من لاعب الصحراء الغربية أنهم سعداء بهذا الترحاب مضيفين أن المباراة الودية بين الطرفين تدل على مظاهر التضامن والتأذر